خسيم غربة السلام عليكم واش كتلاحظوا معايا واش كتشوفوا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام العمومي دينا كيفاش الوزراء دينا كيتكلموا على الأداء ديال الحكومة غير هاد الأيام واش شفتوا بيتتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة كيفاش كيمجد أداء الحكومة إلا سمعتوهم كيدويو واتقولوا هادو نقدو المغرب من الإفلاس نقدوه من السكتر القلبية وفي واحد الوقت قياسي وصلونا لبير الأمان هاد الناس عندهم العصاص سحرية ولكن الواقع ولا على أرض الواقع العكس هو اللي كيم فوريق الاجتماعية غادو كتكبر الشعب المغربي كيدوزم واحد الأزمة تقريبا مع مرودز فيها من تاريخ ديالو القدرة الشرائية الدكدقات الأمور ما غايش نقوليكم ما كتبشرش بالخير ولكن غاد يتأزم مازال وهاد الناس هادو احنا كان ديرو احنا هادو الملاير ديل الدولار وما عرفت شنو هادو إلا سمعتوهم كيدويوز قول هادو تبارك الله هاد الناس عندهم القلب سمحوا لي ماشي القلب لمصارن والكرش على هاد المغرب هاد يرى الهضرة ديال أخ النوش قولوا لي وسمعتو واحد الفضيحة كتعرفوا روسيا عليها حصار اقتصادي جراء الحرب مع أوكرانيا احنا بعدها في البلاد أي حاجة طرات غالع شي حاجة مشية الحرب الروسية الأوكرانية هاد شيرها هاد أزمة عالمية وما عمشوا كي بدو يشعروا علينا الدينامو ديل هاد الأزمة اللي احنا فيها هو المزوت لأنه هو باش كيمشيوا به البواخر هو اللي كيمشيوا به الشاحنات اللي كينقلوه السلع والبضائع والخضار وكل شي الفواكه في المغرب المراكب ديل الصيد بطويات غادي انتهوا بالمازوت يعني المازوت هو المطور دينامود الاقتصاد المغربي وخرج علينا كتعرفوا الروسيا عليها حصار اوروبي وتقريبا ما غنقولوش عالمي ولكن اوروبي محاصرينها روسيا كتبيع المازوت ديلها كتجيبوا لواحد المنطقة الدولية اللي كي نحدى جبل طارق كيوصلوا ديكلي طنكر البطويات الكبار التماء وكينين بواخرين كيجيوا ويشريوا من عندهم المازوت من التماء والليسانس الفيول وكيجيبوه المغرب الحكومة الإسبانية حضرت شركات بسبتا وقاتلهم حداري تنوضو تعطيوش دعم لوجيستيكي لهدوك البواخر لأننا عنا واحد لومبارغو على روسيا بواخر مغربية كيشريوا داك المازوت سبعين في المميات أرخص من كيتباع في العالم سبعين في المميات ماشي نستمع سبعين في المميات وكي يديروا وراق واحد آخرين لهاد المازوت يعني هدوك الشركات اللي كيشريوا عندهم الوراق ديال مناطق حرة بحل مالت بحل شيبر بحل سيشيل بحل كيديروا حتى ديال توركيا كيديروا باش يبيوا وكيقولوا بأن هذا المازوت ولا هاد المحروقات راها جاية من الخليج ولا جاية من دول أخرى كيجي هاد شي كامل يعني كيلومترات من حد السبتان جبل طريق وكيدخلوا الميناء طنجل متوسيطي وكيجيبوا ديكسلها على أساس راهية شارينها من الخليج مثلا الأرباح سنورمال هو دير شاركة لهاد الوراق وتلقى شاركة ديالو هي اللي شريت وصوبات الوريجين من جيه أخرى ودخل المغرب قولوا لي شاركة اللي كتشري المازوت وتشري ليسانسل 70% قل من 8 ديالو طبيعي مش حلقسوا يكونوا كيتباعنا جوز الشاركات ما قدرواش يدخلوا في هذا الخواض لأنهم تابعين الشاركات أوروبية عظمى هما توطال وشيل توطال تابع الفرنسا شيل تابع الهولندا مقجوشين ما يقدرواش يشريوا لهم من هنا ما هنا الأمور عندهم مريقلة بقاو الشاركات المغربية هما اللي كيشريوا من هادوك اللي باواخير الروسية المازوت الروسي وليسانس الروسي والفيور الروسي وكيدخلوا كيبيعونينا واش ماشي عمليات نصب على المغربة باش ليسانس والمازوت ومثلا المازوت يبقى بـ 12 درهم و 73 وانتشاريه 70% قل يعني الثمن اللي كيندابا خلصنا نخلصوا المازوت بـ 7 درهم إلى ربحوا حسب خابير اقتصادي وإلى كترنت منية درهم وليسانس اللي كيتباع عنا بـ 14 درهم خلصوا يهبط 10 درهم تصوروا معايا ندابا نمشيوا أكتر شكونة هي الشركة اللي محتاكرة شيئنما المحروقات في المغرب هي أفريقيا هي الكبيرة هي هذا لتريدر دي لهم تشي واحد ما عارفهم كيفاش ذلك شيء منون ومعقد باش بتوح ما يقدر يعرف من يجايه بش حاله وكيفاش من بعد كالقاو بيتروم كالقاو بيترومين كالقاو وينكسو هات الشركات مغربية صغيرين هذو كما يقدروا شي يدخلوا في هذه اللعبة الكبيرة اللي كياخدوا المزوت الروسي نعطيكم واحد القادية كتعرفوا غير الواردات دي المحروقات تضربت في عشرة غير هات الشهر اللي فات من توركيا يعني بالوراق دي التوركيا المزوت الروسي وفي توركيا تخرقت القادية وطلعت عشرات المرات علشنو كانت شحال هادي هات شي كله الحكومة ما تقدرش تدوي فيه الفريق الاشتراكي في البرلمان مجلس النواب قدم واحد سؤال كتابي لوزيرة الاقتصاد وكي يقول لها اش هات شي كيف هاش جاوبنا ره هات شي ره خطير خوتي المغربة هذي واحد عملية دي الصارقة قداش نهية كبيرة في المغرب هذي بوحدها خاص نحن الشعب المغربي نسألوا وزيرة الاقتصاد نسألوا الحكومة ونسألوا رئيس حكومة اللي هو مول أفريقيا تصوروا معايا 12-73 شحك يربح هات السيد شحك يربح بيتروم فهذا اليسانس يعني على الأقل على الأقل يعني 70% دي الأرباح في جيبهم كيدروا لها علش خلاوا المازوط بهذا التامان هذا علش خلاوا علش كي سرقوا المغرب وكي عرفوا بأن المغرب غادي للخطار وعندها مشاكل اقتصادية اللي ترتبات عليها مشاكل اجتماعية علش تشوح مدخل كيفاش كيرضى يرضى أخ النوش اللي هو رئيس الحكومة يتكلم لينا علم غريب وحنا كان ديرو وجلالة المالك نصرها الله ومعب شنو في الوقت اللي شاري المازوط 70% قل من 8 ديالو كيفاش را هدي اللوجيك ما كين شي واحد غادي يقدر يشري المحروقات زي ما شاركة صغيرة غا نقولو شاركة صغيرة مشاكل تشارط المحروقات وجد دخل ما يدخلها خسك بعدها ميناء طنجل ميناء المتوسيطي خسك ديوانا خسك بزاب دي الحويش يكونوا داخلي معك في اللعبة باش كونتش يدخل معك في اللعبة خسك تكون سميتك أخ النوش خسك تكون سميتك بيتروم خسك شي حاجة قوية لأنها هدي فضيحة كبرى باش تاخد بـ 70% وهذا الشي أنا كنقولكم سؤال كتابي في المجلس النواب عنا كتعرفو الصحافة الإسبانية تكلمات على هاد الموضوع ايو شنو احنا باقي ساكتين كان خلصوا المازوط بـ 12 درهم و 73 وش ماشي تشفارت هدي وش ماشي مصيبة وش ماشي هدي الناس كي تيراء الفاحش على ظهر الشعب المغربي هدي رها مصيبة هدي الناس ممكنش اليوم نسمحوا ليهم ونقولوا أقرا كيتكلموا على المغرب ومستقبل المغرب وبغير الخير للبلاد بالعكس هدي الناس كيخدموا مصالحهم الشخصية مكيش شي حاجة ليسميتها البلاد ولا غيرها أضربها سيدي أرى النوع في المنصيب ديلي كي بسكو الرئيس الحكومة وانت في نفس الوقت عندك شركات المحروقات عرفتي الفيول ديرين فيه غزاوة وكي المونوبول تقريبا مونوبول شبه مونوبول يعني الحتيكار ديال أفريقيا عند الوسيبي عند مناجم عند قائل اللي مخدمشي شو دير كي يشريم عند أفريقيا وعرفتوا الفيول الفلوس اللي فيه تاهوة جاي من هاد البلدان دك شي خيالي وحنا كيتكلمونا على مطيشا وهونا بمطيشان نقصات وباطاطارة هنخرجوها من من الفريقو وغانديرو والله هيتكيت تسطوع لنا ولقاونا احنا واحد الشعب يعني يخدمونا هذي سنوات باش يوصلونا لهذا شي نضار بي نغيم ع مشاكل بسيطة غدا يخرجونا أو تانيرا الخيار القشرة ديالورة في شي شكل وغانتلهاو مع الخيار وفي شي شكل ورمدان جاي وغانتلهاو مع رمدان والناس غبدا تقاتل كيفاش غادي تضبر في رابعة ديال الحمص وكيلو دماطيشة باش يوفر الوليداتو وذيك جوع ويتبعك والناس كيضربو الملايير وملايير 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 ولا آلاف الملايير على ظهر الشعب المغربي غير قولوا لي في كيل خلال واش ماشي مصيبة هذي الناس كيفش كيتغنو ده باشكون يقدر يسأل أخ نوش يقول لي كيفاش تجيبها من الضورة وكاتبع لنا وانش يكيسوا 70% قل علش باقي كيسوا وكاتعرفوا الأيام اللي جاي يعني فاد قال لك قد ينقصوا استدريال في المزوت يقول لي واش يضحكوا علينا ولا يعلم يضحكوا كيضربو العاشرات والملايير من جيها ويجيوا عنا يقولوا غنقصوا من المزوت هاتشي كامل طاري وفين هما المخابرات الخارجية دينا كتعرفوا بحال هذه الأمور وصل المخابرات الخارجية اللي هي لاتجت كيكون عندها خالية ديال تجسوس الاقتصادي الاسبيوناج الوسخيال ولا إيكونوميك هاد الناس هادو عارفين البطويات كيوصلوا لتم المضيق جبل طارق هدا سبتاو هادا شركات مغربية كتدخل وكتشري دكشي من عند هاد لطنكر وكتجي كتبعو علش المخابرات الخارجية اللي هي أساسا التجسوس الاقتصادي لحمايات الاقتصاد المغربي لحمايات السلم الاجتماعي المغربي ما تدخلت في هذا الموضوع وعرات على هاد شي وكتعرفوا شي خطرات المخابرات ما كدوش على ديومنا هذا المخابرات الخارجية دينا الله يسمح لهم المخابرات لما كيكون شي حاجة بحال هاد الشكل كتسرب للصحافة لأنك تعرف غادي أخذ الواقت باش هادا البرلمان وعطيني رئاسة نيابة العامة ولا أقول لاشنو كتسرب كتسرب للصحافة كتعطيهم الوطائق ولا كتعطيهم الحجاج مشتيني مشتك يالله فرقة عنتا ومني كتتكلم على الصحافة وكل شي كايدوي كتنضجها كتولي ساهلة باش الناس اللي كيسيروا البلاد يتحركوا وباش يتدخلوا عطقوش كين ما يتعتق وحنا ضربين طم انسيت سمحوا لي لجيت عنا المخابرات الخارجية على قد الحال ولكن هاد رئيس الحكومة هاد اليوم اللي هاد الفضيحة الكبيرة 70% أرخص المازوت وكيدخل عنا شكو اللي غايتكلم عليه بيتروم عائلة محترمة من أقليب إلى جنوبية بعيدة شكو اللي غايتكلم عليهم وينكسو وغيرهم وغيرهم ايوه شهد شي كتديروا كتمصونينا الدم ديال الشعب المغربي أنا كنت سأل علش الدولة برأسها مادم كين هاد المازوت وكين هاد الفيول وكين هاد المحروقات موجودة ندخل آنا الدولة هاد الي تنكر وننزل الأتمينة ونبيع الشركات ديال المحروقات بتامن معقول أنا نبيع لهم أنا الدولة المغربية نبيع الأفريقية ونبيع الشيل ونبيع التوطال ونبيع ذا بتامن معقول ونرخص تامن حماية لصلم الاجتماعي لأن في الأخير هوني غادي نخدمو عليه ايوى كونشي ساكت را مصيب هاد البلاد أنا معبتش كوني شكوني باغي لوحنا الهوية شكوني كي يشفر بلا حساب وسؤال أخير أشغل ديروا بها الفلوس كله سي أخنوش نقولي هاش حكت ناس في النهار في 24 ساعة هاش حكت ناس كيفاش يمتعب يقالق الوقت تشوفوا ليداتك وعائلتك وتمتع بدوك الأموال اللي عندك هذا أنا محيرني هات السؤال شغيدير بهذا الشي كله هرغف في الأخير الواحد غيموت وغادي توفى وراشتو مالك السعودية كان من أغنى الأغنياء العالم شو يدي التوب وحفرة الله يرحمه يغفر ليه ويرحمه في هذا النار هذا هاش نو غاديوه معاكم ديروا غير الخير في هات الشعب هذا حشو ما والله يديلي فيها الخير والله يسهل علينا وعليكم والله يسر أموركم ومع هاد الناس هاد المسؤولين أش غادي نقول لكم غير الله يديلنا شي التاويلي الخير وصافي وحفظ هاد البلاد من شرهم ترجمة نانسي قنقر